ترجمة نانسي قنقر وإذا لم يكن هناك عناية للأمة حيث تفرقوا وكل حزب أصبحوا فريحين بما لديهم وهذا سبب الرئيسي سبب العصلي حيث لا يدركهم عناية الله وأصبحوا شرزمة شرزمة قليلة ما أنهم بليونين مسلم لكن ما عندهم أي هيبة كأنهم عبيدين تحت رجال وكأنهم لا يدركهم أي صلة شريعة الإسلامية فكلهم يتحاربون لأجل أن ينال رياسة ليس إسلام رياسة بلده وأصبحوا وأصبحوا أحزاب الله هجج ينادون وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إن، ليس إليات أحزاب الله أكبر أصبحوا أحزاب إن ما لهم أي كوة أي تمانينة أي غاية أي شرط أي أقل أي دين أي إيمان هذا ، وإلا هيبة الإسلام كفاية لرد جميع عالم الكفر. أصبحوا هم خدامين لمنافع أهل الكفر. أصبحوا أهل الإسلام خدامين لتحقق أعمال أهل الكفر حيث يريدون أن ينشر دينهم الباطل على دين الحق الإسلام. وإستعملوا رؤساؤنا بمقصدهم هذا هم استعملوا رؤساؤنا ورؤساؤنا خاضوا لهم وإستعملوا على بلدان الإسلام أهل الكفر. أين الإسلام؟ نعملوا بمقصدهم. وإنهم تهتمون. الله أمر إنما المؤمنين اهوَى فأصلحوا بين أخوَيكم. القرآن الكريم ، حبل الله المتين ، من تمسك به نجا في الدنيا وفي الآخرة ، فعز في الدنيا وفي الآخرة ، وصل شرف شرف الدارين دنيا وفي الآخرة ، وإن حرفوا سار كل شيء على ضدهم ، ضد أعمالهم الدنيا ، الله يبعث لنا ملكاً يقاتل في سبيل الله ، هذا قرآن الكريم. يُعلم ، وقاء أهل الإسلام في مضيق ، يجب أن يراجع نبيهم قائم مقام للنبياء ، يجب أن يراجعوا ، قالوا نحن نعكم ، أبداً ما حكموا ، إلا هكم أصبع على هواهم وعلى ضدهم كذلك. تمسكوا ، بكتاب الله ، بسنة رسول الله ، تفوزوا في الدنيا وفي الآخرة. وإلا الله يذلهم في الدنيا ويعزبهم في الآخرة. توبة يا ربي ، فاتحة. أنا عربيات قليل ، لكن هل يريدون أن يفهمه يفهمه ، مبارك ليلة العيد. ليلة العيد. تسرى أهل الإسلام أصبحوا ملايين ، لكن مال قيمة ، مال قيمة. عاشا أن لا يقول للمؤمن لا قيمة ، لكن نحن أصبحنا نحرق بعضنا لبعض ، وإذا من الآمات زهور المدى عليه السلام غلغلة بين القبائل الأعراب ، دعوا يفتحوا كتب الحادث ، بالأخص جامع الصغير ، جامع الصغير ، جامع الصغير يرونه ويتخذ تدبيره لهم ولي أمتهم وإلا يريدون أن يكون خزي والعذاب عليهم في الدنيا وفي الأخير ، اللهم أفضل ، فاتحاً وفي الأخير ، كلهم يدور على نفسانية غرور النفس إن غروا بنفسهم يريدون أن أول يريدون أن يقول له أنا رئيس الإسلام وشتان ما بينهما لو كانوا أهلا لهذا المقام لم يكن يقوم عليهم ناس التي يحكمون فيهم لا في ليبيا ولا في جزائر ولا في تونس ولا في مصر ولا سودان ولا يمن ولا سوريا ولا صائر البلدان إسلام أفضل الله الله يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يا رب هذا هو إمام المنتظر الذي هو مبشر من طرف صاحب الرسالة المطبقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ومن بعض الملوك جبابرة ومن بعض الجبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض قسة وعذى كما قلت زوراً رسول الله إلا لا يستطيع أفوال الأمة إلا أن يظهر بيئات تعطي بيئة للإمام الواحد حتى يقوموا من أتماؤه يقولون هذا إمام الستميم لما ساووا هذا لا ينجح ولا واحد منهم لا غضب الله ينزل عليهم ما أعزى الله نحن العاشم أنتوا عرب استفنوا عرب يعرفون قرآن الكريم أحادث النووية الشريفة ويفهمون هل يفهمون ويفهمون نحن شجرة قليلة لكن موزم دول العرب هل يجئوا قرآن الكريم ما يقول قرآن الكريم الله يقول جل وعلا إذا إنهرفوا والله مادر آدم من السماء أو من تحت أرجلكم أن يلبسكم سيعا ويديك بعضكم بأس بعض توبة يا ربي تبنى يا ربي وارجعنا هل يكون أول ملة العرب تبنى يا ربي تبنى يا ربي تابعي يا رب تابعي يا ربي تابعي يا ربي تابعي يا ربي اشتركوا في القناة